السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد اليوم ما ان شاء الله سنشارك معكم واحد القراش الاول القرس خفافين بزاف قراش البلديين بالنافع وحبة حلاوة يجي وزوينين بزاف في المدق و يعطيونا واحد الكمية اللي كتيرة نحتفظ بها في المجمد يجي وزوينين وخفافين بزاف و يصبرو لنا مدة طويلة في المجمد تقدرو تحتفظو بيهم الوقت اللي بغيتوهم تخرجوهم تصخنوهم كيبقوا بحلا يلا الله طيبتو نبدو بسم الله بالنسبة المقادير حتاجت هنا يا سبعمية وخمتين جرام ديال طحين الفورس زيت عليهم علقة كبيرة من الخميرة ديال الخبز و غادي نزيد هنا شوية ديال السنجلان و النافع و حبة حلاوة بالنسبة النافع و حبة حلاوة حاولو انكم تحمروهم شي شوية في المقلاء او غير تصهدوهم باش يتلقو لكم الريحة زيت كاز ديال العنبا من السكار سانيدة و غادي نزيد خمارة ديال 15 جرام بالنسبة الخمارة الحمارة ادديرو جوش خمارات ديال 7 جرام و زيت هنا يا ساشي ديال فاني كنخلطوها دوك النواشيف مزيان مع بعضهم و في الاخير كنزيدو الملحة بالنسبة الملحة كتبقى على حسب الدوق انا درت معلقة صغيرة عامرة مزيان و زيت حكيت واحد شوية ديال القشرة ديال الحامض و كنزيدو كاس مع مرش بزاف من زيت المائيطة و هدي نزيد واحد المعلقة كبيرة من مزهر بالنسبة للبيض غادي ندير جوشح بد ديال البيض كاملين و وحده غادي ندير لها غير ابيض البيض و الاصفر غادي نحطفت به للدن يلا بغيتوا تزيدوا فيهم حتى شوية ديال المسكة الحرة يلا كانت عندكم مسكة الحرة كتعطيهم حتى هما واحد لماذا قزوين بزاف و لما كانش عندكم مزهر تقدروا تديروا هادي كسر شياء اللي ولا تكتبع ديال زهرات البرتوقل و غادي نزيد هنا يا الحليب انا غادي نجن هنا في العجانة تقدروا تعجنوا بيدكم يعني في الاول غادي تديروا العجينة شوية قاسحة و من بعد غادي تبدو كترشو في الحليب و انتم ما كتعلكوا العجينة حتى كتولي مرخوفة كيف غادي نوريها لكم انا هنا درت كاس الحليب وبقيت كان نخلط و انا كان زيد في الحليب كما كتشوفو هنا غادي مقاك نزيد بشوية بشوية الحليب و انا كان خلط بالنسبة للحليب من طابعة الحل خصو يكون سخون بشي سخون بزاف ولكن مهم يكون دافي و لما بغيتو اشتعجنوا بالحليب تقدروا تديروا نص حليب و نص ما يعني تديروا كاس ديال الماء و تبقى و تجمعوا بالحليب او تديروا كاس ديال الحليب و تبدو تجمعوا بالماء بالنسبة للعجينة خصو تدلكم زيان ترجع خفيفة كما شتو بحال هكا و خاطب اللي يكون العجينة خفيفة راملي كتخمر كترجع العجينة معلوكة و كتماسك ندهنوا يدينا بشي شوي يدي الزيت و نجمعوا العجينة مزيان ونغطاها و نخليوها تخمر في واحد البلاسة دافية هذي تاخد ليكم حتى لساعة ول ساعة ونص داروري تخليوا القرشل ديالكم يخمروا مزيان في هاد المرحلة حتى يعني تشبعوا بالهواء و يخمروا لكم مزيان كي مشتو حتى تضعف الحجم ديالهم القراشل يريدون أن يخمرون جيدا لكي لا يخفافين نفرغ العجينة ونقسمها على الكوائرات كما تريدون بالنسبة للحجم الذي يبقى اختياري نضيفهم كبار او صغار نضيفهم متوسطين نضيفهم كمية نضيفهم كثيرا نضيفهم كثيرا نضيفهم كثيرا النضيف نضيفهم كما تصبقهم كما تجعلهم كثيرا نضيفهم كثيرا هذا هو سير نجاح القرص او القراشل هو في الاختمار ديالهم وحتى في العجينة العجينة تقاصحها بثاف فغاد يجيكم دقصين وقاصحين العجينة ستكون مرخوفة وصافي نشكلهم بحلكة دهنوا يديكم شي شوية ديال الزيت وتقطعهم بحلكة تقرصوا في العجينة ديال المسمن كنشرح بالنسبة لي مبتدئات لي كيكونوا غادي يجربوا الحاجة لأول مرة كيف كتعرفوا القراشل البلديين كندغطوا عليهم شوية بيدينا ما كيكونوش بحل القرص فالقراشل كندغطوا عليهم شي شوية صافي كانبسطوهم غير شوية لأنهم فاش غاي خمروا ورغاي شدوا الحجم ديالهم غادي نعمر هنا اللاطا ثانية ورغاي شدوا ضروري تديروا الورق علش تطيبوا ولما كانش متوفر عندكم اذاك الورق دهنوا اللاطا ديالكم بوحد شوية ديال الزبدة بحرم ما يلسقوش ليكم هنا من بعد ما خمروا رخ داولية تقريبا ساعة ونص طبيعا تلح الفوحد بلصا دافيا ويكونو مغطين بالبلاستيك دارت هنا يدك اصفر البيض زدت معه شوية من القهوة سريع الدوابان ووحد المعلقة كبيرة تقريبا ديال الحليب وممكن دهنوهم من الواجه إلا بغيتوا تديروا حتى بودرة الكاكاو إلا بغيتوا يجيكم محمرين بزاف وهذا الوقت اخسنا نكونو مشاعلي الفران بالنسبة لي انا طيبتهم في الفرن من الكهربائي فدرت ليهم 300 دراجة وشعلت الفق والتحت بالنسبة للفرن ديال الغاز فغادي تتخنوه من قبل وغادي تديروا العافية غير التحت وتحطوه اللطة ديالكم في الوسط حتيت نفخهم زيان وبعد تشعلوا ليهم الفوق كل وحدة ولا حسب الفرن ديالها وكيفاش كالطيب فيه المهم خاص القراش اللي تطيبوه على عافية شوية تكون مجهده ما تكونش العافية قليلة بزاف بحل كي يبسونا القراشل ما كي يجيونا شرط بين صافي قادي نخليهم يطيبوه وهنا بعد ما خرجتهم هادي اللطة اللولة واحد الملاحظة او مهم ما بزاف مهم اللي تخرجوه القراشل ديالكم من الفرن حاولو تغطيوهم بواحد المنديل وفوقو بلاستيك هالطريقة كتخلي القراشل ما كتيبش ليهم هديك القشرة من الفوق كي مشتو انا روخة كنضغط عليهم ما كتشققش هديك القشرة اللي من الفوق وكي يبقى وروط بين فهذا وشكل ديالهم من الداخل كي يجيو رائعين جداً اللي في الشكل والا في الماداق إلا بغيتوا تجربوهم داروا ورخصكم تبعوا الفيديو من الاول تل الاخير باش ما تفلتوا حتى شي نصيحة باش يجيوكم خفافين وزوينين فانتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم إلا عجبكم ما ننساش تبارتاجي وفيديو مع الاهل والاصدقاء وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله تهلو لي فراسكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة